طيب ده الالغوريون بتاع المرجينج للتو بوستنجليست لو عندي اتنين بوستنجليست يعني ازاي عمل لهم مرجينج لا عايز يقص عليه يعني طيب مور جنرال اوكتمايزيشن طيب عايز اعمل اوكتمايزيشن بشكل جنرال اكتر يعني مديني مثلا اكزامكل زي مادنج اوكراود اند اقنابل او سترايف اول خطوه هعملها ان انا جيب الفريقونسي لكل التربس بعد كده هاجيب السايز بتاع كل اور عم تاريين انا اعمل السوم للفريقونسي دي انا بس بقول الخطوات وبعدين في اكزامبل هنشرح عليه وهمشي برده ايه ان انكريسينج اوردر للور سايزة هامشي برده من الصغير للكبير طيب سوري نشوف الاكسرسايز كده هو مديني الكويري دي وبيقولي ريكماند الكويري بروسسينج اوردر لها يعني ايه الوردر لانا مشي عليه برده كويري ابتمايزيش بس بشكل مختلف فاول ستاب بيقولي نجيب الفريقونسي لكل التربس فانا عندي تانجرين or trees and marmalade or skies and kaleidoscope or eyes فانا هاجيب لكل ترب الفريقونسي بتاعته هو كده كده جايب هالي في الجدول ده بعد كده تاني خطوه بيقولي هاتى الصايز بتاعك كل or عن طريق الصام يعني احنا عندنا الفريقونسي بتاعت كل تربس واحدة احنا بقى هنجيب لكل or الصام يعني تانجرين عبارة عن 4-6-6-5-3 و trees عبارة عن 3-1-6-8-1-2 هنعمل للرقمين دول بلس بعض marmalade or skies marmalade عبارة عن 10-7-9-13 skies عبارة عن 2-7-1-6-5-8 ماشي هنعملهم بلس للرقمين دول بردو هنتمحهم على بعض ونفس الكلام الكاليدسكوب or eyes ماشي فمسلا لو قلت تانجرين ديت a marmalade db وكريدسكوب dc بس عشان بس اسهل في الكلام هكيقول لك process in increasing order of or sizes يعني هنمشي من الترتيب من الصغير للكبير a d اللي هو اول اول or يعني طلعتني 363 ألف b اللي هي تاني or طلعت لي 379 ألف c اللي هي اخر or d طلعت لي 300 ألف فانا الorder بتاعي يبقى ازاي؟ هيبقى من الصغير للكبير من الصام الصغير للصام الكبير فهيبقى الorder بتاعي هو kaleidoscope or eyes بعد كده and tangerine or trees and marmalade or skies نمشي بالترتيب من الصغير الكبير على حسب ال summation اللي انا عملته ما بين كل term والتاني يعني كاني شلت ال or وعملت plus ما بين term frequency لكل واحد لكل term وده algorithm برضو للمرجين بس ما بين set of postings list يعني التاني كان 2 postings list ده set of postings list بس كلا في اي حاجة مش واضحة يعني اقولولي في اي وقت وشكرا